بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم هو الإجابة على سؤال ورد للقناة حول فوائد زيت جوز الهند البكر النقي من شركة DXN وهل له أضرار أو آثار جانبية؟ لزيت جوز الهند فوائد كثيرة ستبهرك بعد معرفتها قبل الإجابة على سؤال ما هي فوائد زيت جوز الهند؟ سأخبركم أن زيت جوز الهند من أفضل الأغذية الصحية المتنوعة في العالم واستخدامات زيت جوز الهند كثيرة جدا وسأذكر لكم أهم فوائد زيت جوز الهند من DXN الطبيعي وطرق استخدامه الصحيحة أثبتت أكثر من 1500 دراسة الفوائد الصحية لزيت جوز الهند من DXN الطبيعي ومن أهم هذه الفوائد زيت جوز الهند يوازن الهرمونات ويقتل البكتيريا التي تسبب العديد من الأمراض ويحسن زيت جوز الهند الهضم ويرطب الجلد ويقلل من السيلوليت ويعرف السيلوليت بأنه تجمع للدهون تحت سطح الجلد بحيث تشكل على الجلد ما يشبه الدمامل الصغيرة جدا والمظهر الناتج عنها يشبه الشكل الخارجي لقشرة البرتقال ويصيب السيلوليت ما يقارب من 90% من النساء ما بعد سن المراهقة حيث أنه أكثر شيوعا عند النساء منه عند الرجال أيضا يقلل التجاعيد والبقع ويوازن السكر في الدم ويحسن الطاقة ويقاوم مرض الزهايمر ويزيد مستوى الكيرسترول المفيد الذي يعرف باسم HDL ويخفض مستوى الكيرسترول الضار وزيت جوز الهند يحرق الدهون وسنتحدث في هذا الفيديو بعجالة عن فوائد زيت جوز الهند للأسنان وعلاج اللثة والفم وتشقق الشفاء وحمرار الشفاء فمن فوائد زيت جوز الهند للأسنان يمكنك استخدام زيت جوز الهند كمعجون أسنان والطريقة بخلط أجزاء متساوية من زيت جوز الهند مع الصودة ثم يضاف بضع قطرات من زيت النعناع واستخدم هذا المعجون لأسنانك أما زيت جوز الهند لعلاج اللثة فأن زيت جوز الهند يحسن صحة الأسنان واللثة ويستخدم لإزالة السموم من الفم ويزيل رائحة الفم الكريهة ويكافح البكتيريا ويعالج تسوس الأسنان ويساعد على تعزيز الجهاز المناعي وكل ما تحتاجه هو الغرغر بملعقة كبيرة من زيت جوز الهند في الصباح لمدة 10 إلى 20 دقيقة والحرص على عدم بلع الزيت وبعدها المضمضة بالماء والملح وأما فوائد زيت جوز الهند للفم يمكن استخدامه كغسول للفم والطريقة بمزج أجزاء متساوية من زيت جوز الهند والصودة ثم يضاف بضع قطرات من الزيوت الأساسية مثل زيت النعناع واستخدامه يومياً فالاستخدام اليومي يساعد على تبييد الأسنان ويحسن صحة اللثة وينعش الفم وأثبتت الأبحاث أن خصائص المضادات الحيوية في زيت جوز الهند تدمر البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان وأما فوائد زيت جوز الهند لعلاج تشقق الشفاء فيمكن استخدام زيت جوز الهند كبلسم للشفاء ولعلاج تشقق الشفاء فهو يستخدم في كل المواسم فزيت جوز الهند يساعد على تغذية الشفاء ويوفر الحماية من أشعة الشمس والأهم من ذلك أنه آمن عند استخدامه والطريقة بإضافة ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند مع ملعقتين كبيرتين من شمع العسل وملعقة كبيرة من زبدة الشية في مقلاه ثم تقلب ببطء حتى يذوب ونضع الزيت في وعاء صغير لتعبئته ثم نضعه على الشفاء واتركوه لمدة ست ساعات وأما زيت جوز الهند لحمرار الشفاء فيمكن تلميع وحمرار الشفاء بشكل طبيعي دون استخدام المكياج باستخدام زيت جوز الهند فيمكن استخدام زيت جوز الهند كملمع للشفاء وللإحمرار الطبيعي والطريقة نضع مرهم على الشفاء مكون من كمية قليلة من البنجر لهو الشمندر الأحمر مع قليل من الكاكاو والكركم والقرفة وقد يقول قائل لماذا زيت جوز الهند من DXN وليس من غيره والجواب أن زيت جوز الهند من DXN يتميز عن غيره بالجودة العالية فهو زيت بكر طبيعي نقي عضوي مئة بالمئة تم استخلاصه من ثمار جوز الهند بعناية فائقة بدون أي مواد كيميائية أو إضافات حتى تبقى فائدته طبيعية وكاملة وهذا ما يفسر لنا أن زيت جوز الهند من شركة DXN يتفوق على غيره بالكثير من الفوائد الصحية لذا فنحن ننصحكم بدائما باستخدام زيت جوز الهند من DXN لأنه يعتبر أفضل زيت جوز الهند عضوي موجود حتى الآن وحتى لا نطيل عليكم سنتحدث في الفيديو القادم عن استخداماته وأهميته للبشرة والجلد وإزالة العرق ومكافحة الشيخوخة وفوائد زيت جوز الهند للمناطق الحساسة وخاصة للمرأة وأيضا سنجيب على سؤال هل له أضرار أو آثار جانبية حبايبنا لا نعلم من قد يستفيد من هذه المعلومة وخاصة محاذير استخدامه رب دعوة في ظلام الليل تصل لعرش الرحمن والحنونية فالدال على الخير كفاعله شارك المعلومة وتنال بذلك الأجر والثواب من الله تعالى أدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية حبايبنا بانتظار رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين دمتم في حفظ الله ورعيته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله